اللي أنا مش فاهمه إنه إحنا بلد فيها عدد من مصانع تجميع السيارات ومثلا لما أنا مش بعمل دعاية يعني لما مثلا نبص النسان دي اللي هي الصاني اللي هي أقل عربية فيها زيادة لأنها بتتصنع في مصر وعربيات تانية كتير بتتصنع في مصر حاجتين لقيتهم في موضوع التصنيع ده أولا الإنتاج مش موجود أنت لازم عندك وسطة فظيعة جدا عشان تجيب العربية مش هكمل لو أقولك إنه مرسيدس حتى اللي فتحة في مصر إنتاجها حاجة بسيطة جدا مش حاجة تغطي السوق يعني رغم إنه مش هو ده السوق اللي إحنا بنتكلم عليه نمرة اتنين برضو فيهم أوفر برايس طبعا أنا طبعا عايش ومتعايش في السوق المصري وشايف إن المشكلة هي مشكلة مش مشكلة أوفر برايس ولا مشكلة العربية موجودة أو مش موجودة تاجة ولا وكيل ولا موزع هي مشكلة إنه إحنا بجد عندنا مشكلة في الصناعة يعني إحنا النهاردة لكنا اعتنينا بالصناعة من فترة كبيرة فترة يعني إحنا ناس بدأنا الصناعة من بدر قوي بس للأسف ما اعتنناش بيها واهتمينا بالتجارة أكتر من الصناعة فتلاقي إن إحنا النهاردة عندنا عدد المرطاني الموجودة في مصر النهاردة تسعتاشر من مصر كويس تسعتاشر من مصر بيصنعوا قد إيه من حجم مبيعات السوق بيوصلوا من 35 إلى 80%